على المستشفى الجامعي الهديشيكر بسفيقص إنجاز طبي يتمثل في نجاح أول عملية زرع ذاتي للنخاع العظمي بولاية السفيقص وعموم ولاية الجنوب بكفاءات طبية الكلها من الجهة ولكلها بمجهودات من قسم الدم بالمستشفى الجامعي الهديشيكر والمركز الجهوي لنقل الدم من الجهة الثانية أيضا تدخل عديد الأطراف من إدارة الجهوية للصحة وإدارة مركزية إدارات مركزية نحكي عن المركز الوطني لزرع الأعضاء المركز الوطني لنقل الدم أيضا المركز الوطني لزرع النخاع العظمي والمجتمع المدني إجمالا اللي كان حاضر بهكا مختلف أطيف يعني الطبية نحكيه بالأساس وبالمناسبة هذه كان تم حفلة هكا بقسم أمراض الدم للأعلان عن نجاح عملية الزرع كان هذي بحضور مختلف الأطراف المداخلة اللي أشهدت من جهتها بالإنجاز الطبي هذا اللي أكيد يعزز نجاح ولا يتسفيقص في عديد هكا نقوله كما مثلا زرع الكلي زرع القرنية وذي في انتظار الشروع في وقت لاحق في عمليات زرع الكبد والقلب والرئتين المهم معناها على المستوى الجهوي هذو ما هم اللي يبدونا بيهم لما فقرتنا في خبير به ونحكيه على الخطوط التونسية اللي مستعدة للفصل الصيفي للموسم السياحي وين أعلنت الخطوط الجوية التونسية تعزيز الأسطول بأربع طائرات في إطار صفقة كيراء المدة ستة سنوات على أقصى تقدير ولهن استقبل مطار تونس كرتاج الدولي نحكيه على نهار الثنين بالأساس نهار الثلاثين تسعة وعشرين ماي أولى الطائرات ضمن الصفقة ذيا وهي من نوع الـ Airbus A320 ونحكيه على التونسة والمهندسين التونسة اللي توروا جهاز محمول للتحليل التب يعمل بالذكاء الاستناعي يمكن من إجراء فحوصات للمرضى تشخيص الحالة الصحية عن بعد مراقبة كوشايدون الحاجة للتنقل إلى المستشفيات ومن المنتظر أن الجهاز الفريد من نوعه ذيا ليفز بعديد الجوائز للإبتكار وهكا براعة اختراء يعني تجربة حاليا صايرة في كندا وفي المملكة المتحدة يعني خنقوله قفزة نوعية في مجال الطب عن بعد وذي بأيدي تونسية النجم وقلوا جهاز التحليل الطبي عن بعد اللي أطلقوا عليه اسم Lifebox يتجاوز شلوزن متاعو 400 جرام خفيف عند قدرات فريدة لإجراء القياسات التبية وذي من خلال عدد من المجلسات المرتبطة بها مع تحليلها وإرسالها للطبي عبر شبكات الاتصالات ولهنا أيميد الجويني المدير العام للشركة Highway Innovation يقول اللي قامت الشركة بتطوير الجهزة ذيا يعني هو وراه مش من لشيء هو ثمرت سنوات طويلة من العمل الدأوب وذي كان في حوار خاص لي مع الجزيرة دوت نت يعني يقول أنه منطلق الفكرة كان عام 2017 وقتها قمنا بابتكار سماعة طبية ذكية تمكن التبيب من قياس نبضات القلب عن بعد وبشوي بشوي تطورت الفكرة هذية نحو تصميم جهاز متكامل يوتيح جميع القياسات اللي يحتاجها تبيب عن بعد نبضات القلب درجة الحرارة نسبة الأكسجين في الدم وذي من غير ما يتحرك التبيب وذي اللي نجم يمكن التبيب أنه يعمل الكونسولتاسيون وانتي خنقوله النجم يقوله بين ذفرين في دارك على القيلة تتنقل وين يكون موجود الجهاز هذية خاصة إذا كان نحكيه في أمور هكا تنجم تقرب المسافات ولهنا جويني لأسس الشركة هذية هايوي انوويشن يقول اللي هو أسسها مع زوجته المهندسة إنجي سليما في مقاطعة ألبيرتا الكندية وسبق أنه يطور عدد من الحلول التقنية المبتكرة فأنه من بينهم الجهاز هذية اللي تحصل على برأة الاختراع والقاء اهتمام واسع في الأوساط المهنية والأكاديمية وتم اختياره العام الماضي من بين أهم المشاريع الصحية الرقمية في كندا شايلي مكنوم الحصول على تمويل من الحكومة الكندية بيت قولينت عليش تحكينا على الأخبار خاطر قتلكم هو بأيدي تونسية هالإنجاز هذية والأخرى حتى كي إنسان معناها يبدأ في الخارج وعمل نوع هذية هو ما ينسيش بلاده بالأساس وهذا اللي يفسر معناها خنقوله المستوى العالمي اللي خذيه هالاختراع هذية واللي حكيت عليه جزيرة دوت نت واللي حكينا عليها احنا اليوم الصباح في خبير بيه قبل ما نمشي والأخبار جهوي وتحديدا نمشي بيكم البيجة الشاب كريم عرفة اللي طوع لإنجاز جسر لتلاميذ وهالي نفزة وذي اللي صار تحديدا في بادرة طيبة قام بيها كريم بإنجاز هكا جسر ذي اللي بشير بط منطقة ترايعية من عمادة الظهيرات والطريقة الجهوية 52 يعني بين بيجة ونفزة تحديدا قال كريم في تصريح المراسل دي ونفهم أنه انطلق في بناء جسر ذي خاصة بعد ما صار هكا تداول كبير لتصاور على موقع التواصل الاجتماعي توثق صعوبة التنقل للتلاميذ إلى المدارس في فصل الشتاء ومن جهة أخرى وين كان المعتمد لول المكلف بتسيير شؤون وليت بيجة سابر البنبلي هو اللي أشرف أمس هذا الجمعة 2 جوان وعدد من الإطارات الجهوية أشرفه على تدشين الجسر هذية اللي خنقوله نوعا ما بشيكون عنده حاجة مهمة برشا أنه يفك عزلة عدد من الأهالي يساهم في تنقل التلاميذ إلى المدرسة الخاصة يعني إن كانوا عندهم هكا إشكالات كبيرة مع هكا إذا كان يفوتش شوية الويد كميات كبيرة من الأمتار تخليهم ينجموش حتى يتحركوا مع ارتفاع منصوبة لمياه يكون هذا الحل وأكيد تنجموه وتسمعوه مرة أخرى وتشوفوه حوار كريم مع هدل ورغمي في برنامج الستين دقيقة هذا مش أول مرة مواطن يقوم بحاجة ومجهود منه هذية أما موش المواطن بش يقوم وبش يأخذ بلاسة الدولة إنها تمارس هي وتقوم بمسؤوليات على خاطر هو بتبيع البيدرة طيبة ما أي مواطن معناها من جيت ويحاول وشوف قديش يعمل بش يجيب الفلوس والإمكانات وما إلى ذلك وفيما بعد تخيل نوعا ما لو صار إشكال أي حاجة واللي هو يتحمل المسؤولية في كل الأحوال هذية راهي وظيفة الدولة بتبيع وحكينا عن الموضوع هذا في أكثر من مرة أما خلينا عادقون تقا إيجابية نخلقوا بها في خبير به خبير